أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف أن 9 من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول عناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي أضافت اليونساف أن العمليات الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي ما ينذر بوقع عواقب كارثية على الأطفال وعلى أسرهم هذا وأكدت المنظمة على أن أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد مما يمثل خطرا يهدد حياتهم بين الجوع واليتمع يعيش أطفال قطاع غزة ظروفا مأساوية مع دخول العدوان الإسرائيلية على القطاع يومه الرابع والأربعين بعد المائتين منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي فمن لم تقتله آلة الحرب يقتله الجوع وسوء الخدمات الصحية والغذائية الموجودة بالقطاع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف قالت إن 9 من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي بسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والعقبات التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع مما أدى إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي مما ينذر بعواقب كارسية على الأطفال وأسرهم المنظمة الأممية أكدت أن الأطفال في قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي يعانون من فقر غذائي حاد مما يعني أنهم يتناولون مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة اليونسيف أكدت أن التأثير المروع للعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية تهدد حياة الأطفال في الإصابة بأمراض السوء التغذية يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال إنكار فرض أي قيود على الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة وألقت باللوم على الأمم المتحدة في بطء توصيل المساعدات مؤكدة أن عملياتها العسكرية غير فعالة على حد وصفها ظهور شبح المجاعة في مناطق بقطاع غزة ووفاة بعض الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف أدى إلى تراجع أقوى حلفاء إسرائيل عن دعم حكومة الاحتلال في حربها على غزة وتحول للضغط عليهم للسماح بدخول المزيد من المساعدات الغذائية والإنسانية هذا وقد تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في وجود 17 ألف طفل فلسطيني منفصلين عن أسرهم فيما يحتاج أكثر من مليون طفل إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي بسبب الضربات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وفقاً لتقارير صادرة عن وزارة الدولة لشؤون الإغاثة في الأراضي المحتلة